في السودان مددت السلطات السودانية فترة الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والتشريعية يوما رابعا وذلك بعد أن كان من المفترض وفق جدول زمني أن تنتهي عملية الاقتراع يوم أمس الأربعاء قررت المفوضية تمديد فترة تصويت إلى اليوم الخميس بعد تمديد سابق قضى بإغلاق المراكز عند السابعة بدلا من السادسة وبررت المفوضية قرار التمديد بإتاحة الفرصة للناخبين لإدلاء بأصواتهم في كل المراكز والدوائر الانتخابية كما قررت أن يكون صباح غد الجمعة هو موعد إغلاق هذه الانتخابات وهناك ستة عشر مرشحا بينهم الرئيس الحالي عمر بشير ذي الحظ الأوفر في الانتخابات يتنافسون وسط مقاطعة من معظم أحزاب المعارضة أرحب هنا في الستوديو بالأستاذ نور الدائم محمد طاها مدير مكتب حركة تحرير السودان في بريطانيا مرحبا بك سيد نور بداية بتقديرك لماذا تم تمديد الاقتراع إلى اليوم الرابع هو حقيقة الأمر في جوهرها هي عملية مقاطعة كاملة من الشعب السوداني للانتخابات من المعارضة وليس من عمو الشعب هو الشعب السوداني لأن الانتخابات الآن مشارك فيها فئة انتهازية بسيطة هي كذبانة من العملية الانتخابية نفسها لأن العملية الانتخابية نفسها هي عملية بتافصات وتجديد لرئيس أصلا هي متهم وليست انتخابات بالشكل المعروف بل هي تعتبر عملية تمديد للرئيس أصلا حكمة 25 سنة وهي عملية بتعيادة انتاج لحرب ومعاناة للشعب السوداني وإهانة للسودان وعبادة جماعية في دارفور وكردوفان والنيل الأزرق وانقلاق وانسداد لأفق سياسي للمؤتمر الوطني فلذلك الشعب السوداني الآن بكامل فئاته الشباب والطلاب والمرأة دارفور وكردوفان وقيرو هناك عملية بتامقاتع كاملة الانتخابات الآن طب إذا كانت ليس بإخبار لماذا التمديد؟ السلطات تقول التمديد حتى تعطي الناس الكريم هو ليس التمديد في حسب هناك مهاولات كثيرة من النظام استقدام قوة أسكرية وهناك مناشدات من القوى النظامية وقيرها على أساس أنه تصوت في العملية الانتخابية لكن كل التقارير التي وصلت إلينا الآن هناك مقاطع يفوق نسبة 95% من الشعب السوداني الآن مقاطع للعملية الانتخابية تماما لأن السودان ليس محتاجة لعملية سياسية أكبر من الانتخابات محتاجة السودان لعملية سياسية يبدأ بحوار حقيقي جات لكل القوى السياسية يبدأ قبل الحوار يبدأ بعملية بتاع السلام لأن هناك حرب في دارفور إقليم دارفور يشهد حرب لأكثر من 13 سنة كردوفان في حالة بتاع حرب لأكثر من توقف فقط في مرحلة سي بي اي مؤقت ولكن السودان كله محتاجة إلى عملية يشارك فيه كل الشعب السوداني يبدأ بتحقيق سلام فعلي على الأرض ومن ثم يبدأ بحوار بعد تكوين حكومة انتقالية يتفق عليه الشعب السوداني كله والحكومة الانتقالية هي التي تشرف على الحوار هو هنا السؤال يعني كل الأحزاب المعارضة أو الأحزاب المعارضة وأنتم من الأحزاب المعارضة تكرر أن الشرط الأول للولوج إلى حوار تفكيك النظام تشكيل حكومة انتقالية ثم البدء بالحوار إذا أنت بكان النظام كيف للنظام أن يوافق على حوار يشترط أن يقطع رأسه في البداية يعني أن تسلم السلطة تخرج خارج السلطة ثم على ماذا يتحاور النظام يعني كيف يمكن ولماذا أن يسلم لكم السلطة على طبق من ذهب يعني هو النظام الآن في حالة أزلة تماما وتعريه تماما من الشعب السوداني وفي حالة أزلة دولية تماما أنت تعلم الاتحاد الأوروبي في بيان لها قال أنه لا يعترف بالبشير يكون رئيسا هو يعلم نتيجة الانتخابات ولا يعترف بالأملية الانتخابية بكلها وكذلك تعلم دول التريكة مكونة من أمريكا وبريطانيا ونرويج أصدر بيان بأن العملية الانتخابية الموجودة في السودان الآن هي خير معترف بها وكذلك كندا أيضا أصدرت بيان هذا يؤكد أن النظام السوداني هو نظام الذي يفضي عليه الانتخابات معزول تماما أيضا الشعب السوداني الآن في حالة عزوف ومجاتعة تماما هذا هو أكبر انتصار وكذب للمعارض السودانية ولمهجورين وكل المغهورين والشعب السوداني ككل على النظام الآن النظام فعلا لا يفكي نفسه ولا لأي نظام ديكتاتوري ديمقراطي نحن لا نأول عليه أن يحدث عملية انتقال أو تغيير بنفسه وهذا هو عادة أي نظام شمولي تقول أن هناك مقاطعة لكن هناك 16 مترشح للانتخابات يعني هناك 16 شخص ينافس الرئيس البشير الآن خير معرفين هؤلاء 16 شخص الآن من 16 شخص أنا شخصيا لا أعرف واحد منهم إلا في العملية الانتخابية معظمهم هم من هم إنتاج للمؤتمر الوطني يعني مسألة بتاع ديكور للمؤتمر الوطني على أساس أنه يقول أن هناك تنافس للبشير ولكن معظمهم من داخل المؤتمر الوطني نفسه يعني البارودي هو كان وزير في ولاية القرطوم وآخرين كانوا هم وزراء مع المؤتمر الوطني وهو كل عملية داخلية في المؤتمر الوطني بتقديرك فيما لو مرت هذه الانتخابات كالانتخابات السابقة وأصبح الرئيس البشير رئيسا بحكم الواقع كيف سيكون المشهد في السودان؟ هو لا يشبه الانتخابات السابقة الانتخابات السابقة كانت بعد اتفاق السلام الشامل سي بي اي فوجد تعاطف من المجتمع الدولي وجد نوع من الدعم من أمريكا وبريطانيا ومن الدول باعتبار أن هناك حرب أهلية شهدته السودان وسي بي اي أنهى تلك الحرب في ذلك الفترة فلذلك كانت هناك نوع من الدعم لكن هذه العملية الآن ليس له أي دعم أو أي سند وبالتالي البشير لا يستطيع أبدا أن يقود السودان وخير مؤهل لقيادة السودان والسودان الآن اليوم هناك تقرير السودان لا يزال يتصدر من أسوأ دول العالم من المنظمات الدولية في الحرية في حقوق الإنسان ومن أفشل دول العالم في قلال 25 سنة السودان لا يزال يتصدر هذه هل يمكن القول البعض يقول أنه إذا اتفقنا أن النظام فشل خلال 25 عاما أيضا يقول أن المعارضة أيضا فشلت في إيجاد بديل آخر عن النظام المعارضة الآن عنده أكبر رسيد في السودان الرسيد الأكبر أن المؤتمر الوطني هو فشل فشل تماما اقتصاديا أنه يحدث نهدى في السودان فشل في أنه يحقق وحدة السودان فشل في أنه يحقق أمني واستقرار في دارفور وكردفان والنيل الأزرق فشل في أنه يوحد السودانيين فشل في قيادة البلد فشل في أنه يعمل علاقات دولية متوازنة على أساس أنه يحدث التنمية هذا هو أكبر رسيد وهو الضغط المؤتمر الوطني سوف يبني هذا المكاسب الكبيرة التي أحدثته هذه العملية وهذه التعرية التي حدثت للمؤتمر الوطني من الشعب السوداني هذا هو أكبر رسيد للمؤتمر الوطني سيبني عليه وسيحجط للشعب السوداني وسيأول لهذه كله للتقيير القادم وستحصم هذه المعركة لصالح هو التقيير ولصالح الحامش في السودان نرحب بالدكتور ربيع عبد العاطي القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم مرحبا بك دكتور ربيع هناك تقارير كثيرة تقول أن الإقبال كان ضعيفا لماذا إذن تم التمديد ليوم رابع بتقديرك نعم أولا التمديد هو سلطة تقديلية بالنسبة المفوضية للسماح لأولئك الذين لم يستطيعوا أن ياته للإبلاع أصواتهم وهذه مسألة أصلا معتادة يعني أتادت المفوضية أن تميد أي الإقتراع إلى فترة محدودة وهذا بالتأكيد لا يدل أصلا على أن هناك إقبال ضعيفا أو غير إقبال ضعيفا أن المسجلين الذين سجلوا أنفسهم لو لم يكونوا راغبين بالسئلة لأن هذا الصوت لم يسجلوا أنفسهم وبالتالي أنا أقول أن كل التقارير التي أشرتون إليها هي تقارير مبنية على تنبؤات الذين يودون الفشل ولكنها ليست تقارير حقيقية لأن التقارير الحقيقية أصلا ستصدر بعين وتحت عين المراقبين بعد فرز هذه الصماديق وبعد أن نكتشف ما هي النتيجة السائلية كانت تقارير دكتور غبيعي تتحدث عن عدم وجود رقابة دولية أو أمية على الانتخابات يعني لا توجد مؤسسات مستقلة تتراقب هذه الانتخابات أخي الكريم أتت منظمات من الاتحاد الأفريقي أتت بعثات من الجامعة العربية أتت بعثات من أوروبا كذلك جاء الصحف ومن العالم الإسلامي أتت جماعات وحتى من دول الخليج ومن أفريقيا ومن كينيا ومن جنوب أفريقيا يعني عدد كبير جدا بالضافة للمنظمات المحلية الأهلية هي كذلك تراقب الأحزاب السياسية المتنافسة والمستقلون الذين ينافسون في هذه الانتخابات على كافة المستويات هم كذلك يراقبون وبالتالي نحن لا نعتد ولا نعاول أبدا على التقارير التي أصلا هي تقارير تستهدف الفشل لكن المسألة مسألة واقعية كيف يتسنى لنا معرفة ما هي الأصوات الحقيقية ومن هم الذين صوتوا ومن هم الذين لم يصوتوا وكذلك النتائج الحقيقية للمنظم الصناديق وبالتالي أنا أقول حتى بالنسبة لضيفك الكريم الذي قال فشل فشلا تم عاما هذا يتحدث بالمطلق كأنه هو الذي يقول لا أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد ليس هناك فشل مطلق وليس هناك نجاح مطلق طيب ابقى دكتور عبد العاطي هذه كلها حديث أنا أعتقد جزافية لا تمبني على معلومات ولا على حقات ابقى دكتور ربيع سأعود إليك في سؤال آخر السيد نور الدائم كثير فعلا يقول أن المعارضة كل انتخابات بدل أن تساهم مساهمة إيجابية هي تكتفي بحديث عن فشل النظام عن فشل الحزب الحاكم عن تردي الأوضاع كيف تعلق على حديث الدكتور ربيع الانتخابات هي أصلا مفترض يكون بعد مرحلة انتخالية يتكون نتيجة لعملية بتاع السلام نتيجة لحوار نتيجة لاتفاق ومساومات وطنية كبيرة الوطن يحتاج الآن لتنازلات وطنية من كل السودانيين ومن النظام نفسه لأنه يشيف المصلحة الوطنية أين المصلحة الوطنية الانتخابات الآن هي ليست أولوية بالنسبة لنا وهي ما كنا نعول لها ولا الشعب السوداني كانت تأول لعملية بتاع الانتخابات باعتبار أنه عملية مسرحية متجددة معروفة نسب 66% لنزام ديكتاتوري معروفة لأنزمة المرت بهذا الانتخابات التي حدثت من قبل في مصر ولا ليبيا ولا غير في الأنزمة السابقة هي بنفس المنوال ومجموعات الأمنية الماء الذين يتحدثون الآن هم جزء من تلك العملية المنفعية الذين يزينون ذلك بهذا الهديث فلذلك نحن الآن ولا النظام ولا غيره لا نعول لهذه الأملية برمتها وسوف نسعد من حملتنا ونستفيد من هذا الرسيد الكبير لإسقاط نظام المؤتمر الوطني دكتور ربيع مفرص أن تفتح الحكومة حوارا مع المعارضة أنه البعض أو المعارضة تقول أنه دائما الحكومة تقفز للانتخابات دون وفاق وطني أنا شخصيا أستغرق جدا أستغرق جدا من هذا الحديث أن تشكل حقومة انتقالية من من الذي يشكلها هل تأتي جماعات هكذا لها صوت عالي فرص أن تحكم الشعب السوداني نقول لأن أي حقومة بأي مسمى قومية انتقالية لا يمكن تشكيلها على رأس الشعب السوداني تأتي وتتحكم فيه ما لم تحدد أوزان هؤلاء ما هو الوزن ما هي الرغبة الشعبية هذا الشعب يريد هذا الحزب أو ذلك الحزب تلك الشرطية أو هذه الشرطية هذا كالحديث أبدا لا يمكن أن حديث غير مستثاب غير معقول أصلا يجاهل المنطق تماما وبالتالي أنا أقول بأن يعني الصوت أصلا هي إضارة عن تعبير عن الرغبة الشعبية الانتخابات ليست هوى للحزب الحاكم أو غير الحزب الحاكم وإنما هي إرادة شعبية حقوق انتخابية بجزء المواطنين أم الذين يحددون أما ما يقولون عنه أنه معارضة ما ندل يحدد بأنها معارضة إن كانوا قد أتوا تحت بصر وسمع العالم ونزلوا الانتخابات وطالبوا بالشفافية والمصاقية والمراقبة واللصيقة وما إلى ذلك ثم العرفة الأوزان ثم بعد ذلك يمكن أن نميز من هو الذي اكتفح الانتخابات ومن الذي بقى في مقاعد المعارضة لذلك أنا أقول هؤلاء هم فقط لديهم أهداف هذه الأهداف يودون أن يحققوها بأي شكل من الأشكال فوق رأس الشعب السوداني كحرا دون أن يحدد الشعب السوداني رغباته ولا أن يعذر عن إيران شكرا لك دكتور ربيع عبد العاطل القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم الخرطمر هذا إضاح نصف دقيقة إذا كان تم التعقيب أخير سيد نور نحن نهيي جماهر الشعب السوداني لمقاطعة هذه الانتخابات وفتح المؤتمر الوطني وكشف زيف إدعاعات المؤتمر الوطني خلال 25 عاما ونحن نهيي لمرحلة كبيرة المرحلة سيختلف تماما والمؤتمر الوطني سوف لم يجد مننا شرعية لأنها كانت أصلا سائية من قلال هذه الانتخابات لكسب شرعية مزيفة ومن قلالها يبدأ عملية بتالتفاوت للاعتراب به كنظام ولكن نحن نقول أن تلك المرحلة وهي مكشوفة بالنسبة لنا كمعارضة وسنظل وسنواصل في تسئيط حملتنا السياسية والعسكرية لإسقاط نظام المؤتمر الوطني شكرا لك جزيلا أستاذ نور الدائم محمد طاها مدير مكتب حركة تحريل سودان في المملكة المتحدة شكرا فاصل مشاهد كرام نواصل بعده ما تبقى من ملفات تفضلوا بعده والبقاء معنا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة